وفق أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجزائري على قانون موازنة الدولة لعام 2019 ولدي يتضمن عجزا بلغ أكثر من 19 مليار دولار واقترح الأعضاء 21 تعديلا على مشروع القانون وتم رفض غالبيتها من أبرزها تعديل يفرض ضريبة على الثروة قد تقدم بها حزب العمال ولم يتم التصويت عليها لغياب نظام معلوماتي يسمح بالتحقق من ثروة كل شخص وفق ما جاء في تقرير لجنة المالية والموازنة في المجلس